أخير محطاتنا بصباحنا غير لليوم بفكرة هامة بدأت ملامحة من وحي الحرب يلي عم نعيش تفاصيلها وبمجهود كبير قدر الفريق السوري للروبيتك بأنه يحقق المركز السادس على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى العالم العربي لحتى نصلت الضوء أكتر على الإنجاز العلمي اللي رفع راي السوريا عالميا بنيو دلهي بالهند وضمن أيضا فعاليات الأولمبيات العالمي للروبيتك معنا اليوم ضيوفنا شيراج شباسي مدربة الفريق وأيضا الطالب حسين شاهين وهو من المشاركين بالأولمبيات خلينا نرحب فيهم ساعة صباحكم ساعة صباحك مبروك الإنجاز الله يباري فيك ساعة صباحكم على جديد أنا أبدأ لكم الحمد لله على السلامة وتحقيقكم المركز الأول على مستوى العالم العربي والمركز السادس على مستوى العالم شيراجز نحن نبدأ من عمدك تحكي لنا عن مشاركتكم كانت مشاركتنا هلأ نحن استلمنا العضوية كانت بالهند هي بالهند نحن شاركنا طبعا بروسيا كمانا كمان حققنا النتائج وهي سنة شاركنا بالهند كمشاركة سوريا نحن كان عنا تسع فرق ممثلة بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المركز الوطني المتميزين المعهد العالي والمدرسة الوطنية وجود تسع فرق طبعا كل الفرق تقريبا تأهلت للتوب سكستين يعني نحن حققنا إجمالا على كل مستوى الفرق نتائج مهمة طبعا الفئات اللي نحن بتتدرج حسب صعوبتها وحسب الأعمار نحن الفئة اللي كنا مشاركين فيها كفريق أعمرها هي بالأوبين هاي سكول يعني الفئة المفتوحة كطلاب فينا نقول بين 16 ل 16 سنة طبعا هي من الفئات الصعبة تعتبر لأنه بتدخل فيها فئة طلاب الجامعة كان فيه تميز كتير بالفريق واضح جمعنا الفرق السورية كان كل الحكام كل الناس اللي هونيك كانت كتير عم تبدي إعجابا بالنتائج يعني شفنا هذا الشي مكان وكنا ونحن عم نتابع أخباركم هونيك كلاتنا سعادة وفخر بدي انتقال إليك حسين تحكيلي عن اسم مشروعكم انتو كم شاب مشارك بالمشروع وشو الفكرة رئيسية كانت فرينا كان اسمه فريق عمرها أو البلدت بالإنجليزي كنت أنا وحسين شاهين ويوسف القنام وأحمد أبو طراب والكوت الشيراز نبعد فكرة فرينا من وحي الحرب نحنا إنه في أنا وفي زميلي أحمد خسرنا بيوتنا بالحرب فكانت السيم البطولة هو إعادة التدوير فإحنا فكرنا إنه شو فيها نقدم شي للبطولة وشي للبلد بالأهم إنه إعادة التدوير فكانت فكرة مشروعنا نعيد تدوير لحطام البيوت لحتى نرجع نستهم له بحما آملية إعادة الأعمال اللي حتصير حسنا حلو طيب خلينا نحكي شي رازي شوية اليوم عن صدى المنافسة والمشاركة السورية بالمنابر يمكن العالمية خلينا نحكي عن تميز الفرق السورية وكيف كانت يمكن تعامل اللجانة التحكيم معكم تمام هلأ كمشاركة يعني ضمن لجنة التحكيم نحنا صحنا نمرتب السادسة الفرق اللي كانت قبلنا هنا كانت روسيا وهونج كونج واليابان هننقلون عم يشاركوا كل سنين يعني نحنا عم نحكي ان الـ 2005 هنن عم يشاركوا بهذه البطولة نحنا أول مشاركة إلنا وحصلنا على هذا المركز فهنن كتير كان أنه أول مشاركة إلكنوا أنتوا جايبين شي منافس الفئة الهي سكول هي بيتدخل فيها فئة طلاب الجامعة يعني معدات مفتوحة وليفل عالي من المنافسة هنن طبعاً الثلاثة هنن طلاب بكالوريا هاد الشي كمان كتير سبب ضغط يعني ضغط دراسة إضافة أنه هو فيه ضغط للمشروع وقت بيعرفوا أنه هنا من سوريا ومعدات قليلة ضغط وقت هنن طلاب بكالوريا عندهم كمان مستقبل بدون يكملوه هاد الشي خلى لفت نظر بين كل الناس وبين كل الحكام حتى هنن مستغربين أنه أنتوا من سوريا كيف هم يقدروا يتلاع معكم هاد الشي وانتوا بظل حرب وبظل وجود صعوبات سواء قطعة كهرباء أو وقت أو ضعف المعدات الموجودة كان واضح كتير التمييز بكل الفرق السورية كل الفرق تأهلت فهذا كان شي كتير ملفت بالنظر حتى كمنظمة هي كانت كتير تأبدي إعجابها بالفرق السورية وبتمييز الواضح نعم يعني بما أنه نحكي يمكن عن هذا التمييز واللي هو خلينا نقول حصيلة عمل وجهد وتنظيم وأكيد إيمان وفكرة يعني حسين قلت أنه يمكن الظرف الخاص هو كان المصدر الأساسي حتى سوحيت وهذه الفكرة بس أكيد تعبتوا كتير كان في مجهود في خطوات في تجارب علمية أجنبية طلعتوا عليها كيف كان صار التنفيذ المشروع؟ الآن نعداً في المسابة الوطنية حتى�� effectivenessoded أنه كان عندنا البكالورياء كنا اعمل من هذا مكان think recognition جداً تطعبنا كثيراً حاولنا كثيراً نضغط حالنا كنت TIME PUTC في المعارض آخر 우리�шých عن كل أحد يقوم في المجيشتير petroide مت ENTம حقق البشرة في التحول talk فهنا gedaan وشحظنا إنه أطلنا آية للمقيدة المسابة الوطنية وبعدين تقومنا نزوم في انسواق الآن لأياً poco شهرين أو شهرين وشوي كتير ضغطنا حاناك مع أيام الدوام يعني كنا في السبع الصباح نروح للمدرسة نرجع على الجامعية ونشتغل كتير الحمد لله بس لقنا نتجة تعبنا يعني هاي التفاصيل دينا بمعنى تفاصيل سهلة يمكن وهذا يمكن بيبرر هذا النجاح والتفوق هو جهد جبار يمكن حسين بالنسبة للظروف اللي عم يعيشوها كل السوريين خلينا نحكي شوي عن صدى هالإنجاز بالنسبة لك يعني دائما أي إنجاز بيحققوا أي حدا بيضلها بتحفظه ولا يتقدم فيها فتحكي لنا عنها هلا هي بالرغم من أنه عندي باكالوريا أنا فهلا فايت أنه بالفصل الثاني عندي دفعة معنوية كتير كبيرة بالنسبة لزملائي الأسادستين وأنا محاقق شي عالميا وجاهي على البلد ففرحة كتير حلوة وإنجاز وإن شاء الله بنحاول نكمل هالإنجاز بالعلمات شو حابب بتصير بعد الباكالوريا إن شاء الله مهم ديس معلوماتي إن شاء الله أكيد يعني خلينا نقول شيراز فيه دور كتير كبير كمان عليكم كمدربين وخصوصا كانت المنافسة ما أنا سهلة كان فيه أكتر مك من تسعين دولة مشاركة فالتأهل لهيك مراكز أولى بيظل ظروف الحرب كان أكيد فيه مسؤولية كبيرة تمام تمام هلا إحنا كمدربين كان في يعني أنا كان إلي مشاركة بروسيا فكان نحنا مطلعين أنه الليفل كتير عالي طبعا إحنا يعني حاولنا بكل إمكانياتنا سواء أنا والشباب ندخل أي شيء لحتى يرفع الليفل نقدر النافس فيه طلاب هنا كانوا هنا طلاب معلوماتية وهنا كانوا مشاركين بأولمبيات المعلوماتية فكان هذا كتير شيء سهل علي إن أنا قدر طورهم بسهولة هنا الثلاثة مشاركين بأولمبيات نتنو أتمن كانوا وصف عشر ومحققين مراتب كمان على مستوى البلد فهذا الشيء كان إنه كتير تطور يتقبلوا بشكل سهل بالسهولة كلما رفعنا الليفل هنا بالعكس هاد الشيء تقبل كتير حلو بالنسبة إلون رسمنا لهم خط إلون حتى يقدروا ينافسوا فيه نفرجيهم شغلات إنه العالم عم تشتغل حتى نقدر نحقق فنحن رسمنا خط توجيه تقبلهم إلون ضغط الوقت بالنسبة إلون وإلنا حتى نقدر نوفق ونساوي المشروع وكان فيه شيء بيناتنا كتير هذا الشيء اللي خلاننا نساوي شيء هو إنه نحن بشكلين فريق والهدف تبعنا واحد أكيد يعني إحسن استضفنا من فترة كمان الفريق الوطني فريق المركز الوطني للمتميزين حكالنا عن الكواليس شوي كيف كان الأجانب أو الفرق الثانية الأجنبية اللي مشاركة كيف عم تطلعلهم يمكن حاولت تساعدهم كانوا سعيدين بمشاركتهم أحكيلي كيف هيك كمان كواليس العمل هوني نحن من أول ما وصلنا على المسابقة نظرة الناس من كل الأرض يعني من كل الناس إنه فريق سوري جاي يعني كل ناس تعرف شو ساير بسوريا فناطرين إنه منذما يعرفوا أي شيء عن المشروع يرقدون لعنا الناطرين شو عاملين هدول إنه أنتوا جايين من بلد كل البلدان عب تحكي فيه فأنتوا أكيد عاملين شيء حتى نمو عاملين شيء يعني أي شيء بسيط فهو كتير ضخم بالنسبة لوضعكم يزورونا يتحقوا معنا ويعني كان فيه تعاون كتير كبير بيننا طب حسين خلينا نحكي عن مشروعك اعتمدت على الجانب الميكانيكي بالمشروع كل شيء يمكن علاق بذاكرتك من ردات فعل إن كانت دهشة أو كانت أعجاب من كمان عن المشروع تحكي لنا عنه من الجانب الميكانيكي كيف اتفقتوا عليه كيف قدمتوا طريقة الشرح كمان تحكي لنا عنه نحن عنا بالفئة الأوبين في عنا العلامة الأكبر هي على الفكرة الإقضاعية وعلى البرزنتيشن فهي كانت فكرتنا بالنسبة للحكام أنه هي الفكرة نتجة من الحرب يعني من الوضع اللي انت عايش فيه فهي الفكرة كانت كتير أوية أخذنا عليها لعلامة تامة الفكرة الإبداعية الميكانيك والبرمجة تعاونت أنا والزملائي أحمد يوسف إنه ما كان في التخصص الأوي إنه خلاص انت ميكانيك ما بتقرب على البرمجة بها الوضع ما كنا حق أنا هي تعاوننا كتير ويساعدوني هنا يساعدون كمان تعرفين الوضع البلد ما بيسمحنا ودايما ضل متواجدين حتى ثلاثة طول في الوقت فانه منسجل نبعط لبعض أنا عملت هيك بكرة بس إذا وصلت قابلي يعمل هيك وهيك الشغلة حالو شيراز خلينا نحكي كمان متل ما قلنا يمكن عن إشرافك على الفريق يعني ككوتش كيف دربتهم كيف أهلتهم حتى لما بدون يمثلوا سوريا بالمنابر العالمية هلأ وقت بلشنا أول ما بلشنا أنا شو الفكرة اللي نحنا نحن أول ما بلشنا من وقت المسابقة الوطنية نحنا نحاطين هدف ببالنا مو بس تحقيق مركز أول بالمسابقة الوطنية لأن حقيق مركز بالعالمية الفكرة أنه نحنا بدنا نختار فكرة تكون كتير مميزة تكون هي بالأساس حاجة لأنه أحيانا بتكون فكرة كتير لماعة بس هي ما لا تطبيق يعني مثلا في كتير ناس صار يفكروا بعد تدوير البلاستيك أو بعد التدوير منتجات الإلكترونية أساسا نحنا صلت السيرج تبعنا صلت التعب نعلي حتى وصلنا للفكرة حتى خليناها تتكامل التكامل كان عنا بالفكرة نحنا كل شيء مخلفات بالحرب سواء الحديد أو المخلفات الإنشائية وحتى معالشة الغازات هي كانت مغطاية حتى نحنا نساويين مجسم صغير لطبع سلقاسية الأبعاد بتطبع منازل صغيرة للمهجرين مشان يعني كفكرة كانت كتير متكاملة من كل الجوانب هاد الشيء كتير طولنا حتى نحنا قدرنا نحصل على فكرة كتير متكاملة ومثل ما قال أنه هي العلامة كتير كتير كبيرة على الفكرة الإبداعية فكرتنا نحنا قوتنا يعني كانت أنه نحنا فكرتنا طالعة من الحاجة هاد الشيء اللي رفع صار يقولوا أنه فعلا أنه هنا في حاجة ومننا خلقت فكرة إبداعية بعد ما حصلنا على سيرج بلشنا نفكر بكيف الميكانيك أنا كأختصاصي هندسة ميكانيك طبعا لازم موجه كل شيء كل شيء بعرفه كل شيء خبرات بعرفه ودارسته لإلون حتى أساسا هنه يقدروا يقنعوا فيها اللجنة يعني شو مبرر هذا المجسم الميكانيكي لازم هنه يكونوا أدرانين خبرتهم هنه البرمجية بالإضافة لالخبرات اللي نحنا صلنا عنيها نحنا مدرب بالجمعية من 2011 كلها هيقدمناها ووظفناها لحتى نقدر ننافس فيها ونجيب شيء فكان تكامل سواء بالميكانيك أو بالبرمجة أو حتى بالبحث العلمي أو حتى بالإبريزنتيشن اللي هنه كانوا يقنون شخصيتهم قوية وكانوا يقنون من حالهم وقدروا يقنون اللجنة نعم يعني يمكن لو بدنا نرجع شوي ونحكي عن التصدر والجائزة اللي أخذتوا أنتوا كنتوا الأول العربيان والسادس عالميا معلش نرجع نذكر مشاهدينا من الدول اللي اللي تنافستوا معا بالأخير حتى نحنا حتى نحنا كم ممكن نجيب صراحة النتيجة أعلى نحنا سبب اختلاف التوتر الكهرباء ونحنا عنا محاولة خلتنا شوي أنه بالبرزنتيشن الأول أنه تضعف شوي علامتنا الدول اللي كنا ننفس فيها اللي قابلنا هنا الروسيا وماليزيا وهون كونج واليابان وبعدين نحنا هدول الدول هنا أساسا من الأعضاء وهم اللي نظموا هن اللي منظمين البطولة من 2005 نحنا كل سنة لهم مشاركة فوقت تيتي مشاركتنا وتصدرنا بهذا المركز هذا الشيء كتير مهم أنه نحنا يعني بسنين الجاي نحنا عنا خبرة أكتر نحنا ممكن نجيب نتائج أكتر نحنا هي أول مشاركة إلنا فنتيجة كتير مرضية سواء للجمعية أو حتى الأهاليون أو حتى لألنا كتير رضياننا عنا نحنا منتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله دايما يكون اسم سوريا مرفوع بهمة شبابا وإن شاء الله بتصيروا من الأكاديميين بهذا المجال شكرا كتير لكم شكرا كتير لكم ويمكن مع هيك إنجاز دايما نحنا فخورين أنه يكونوا موجودين معنا فخورين بكل شيء بتعملو ودايما بنذكر أنه ضمن ظروف الحرب ما زال في عنا أبداع ما زال في عنا تمييز وعالمية شكرا كتير شكرا كتير